ظروف سياسية تبدو مواتية أمام الكاظمي لإبعاد العراق فعليا عن مخالب إيران ومشروعها التوسعي وفق بعض التقارير الصحفية الغربية لسيما الأمريكية فبعد أن أنهكت العقوبات الاقتصادية الأمريكية طهران وانشغالها بمواجهة وباء كورونا اضطرت الأخيرة لتخفيض إنفاقها العسكري لدعم أذروعها المسلحة في العراق والمتمثلة بالميليشيات الطائفية وبحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز الأمريكية فإن فرصة الكاظمي للتخلص من نفوذ إيران قد تكون الأخيرة لا سيما مما الصعوبات التي تواجه إيران سياسيا واقتصاديا ومع ذلك فإن تحجيم الدور الإيراني في العراق تمهيدا لإنهائه كليا قد يكون ضربا من الخيال على الأقل في المدى المنظور فتغلغل إيران في المؤسسات الحكومية في العراق لا سيما الأمنية منها متجذر ومنتد منذ نحو عقدين من الزمان والسياسيون المقربون من إيران أفشلوا أي محاولة لتحجيم هذا الدور الذي تعظم بعد عام 2003 ماهد هيدسون للدراسات الاستراتيجية أكد في تقرير سابق له أن المسؤولين الأمنيين في وزارة الدفاع والداخلية بعد عام 2003 أكدوا لضباط أمريكيين أنهم لا يملكون السلطة الفعلية في وزاراتهم فرئيس الحكومة المقال عادل عبد المهدي رفع من ميزانية ميليشي الحجد البالغة مليارين ومئة مليون دولار بنسبة عشرين في المئة في عام 2019 كما عمل على تعزيز وجودها في المناطق الاستراتيجية كالمناطق الحدودية بين العراق وسوريا الأمر الذي سمح للميليشيات بالتنقل بين البلدين وفق مفردات الاستراتيجية الإيرانية في التوسع والتمدد ومنذ تظاهرات الثورة تشرين ومقتل سليماني والمهندس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري تغيرت المعادلة بشكل أوضح منذ قبل وباتت الميليشيات الموالية لإيران تتخبط في ظل غياب قيادة قوية تجمع شتات الميليشيات المبعثرة وهي بيئة مناسبة بحسب الصحافة الأمريكية الإجهاز على النفوذ الإيراني عبر الإجهاز على ميليشياتها في العراق